احنا يعني مرسلنا مرسل قناة النادي الاهلي مينا ماهر في فرع النادي الاهلي بالجزيرة عشان ينلع الأجواء وتنبين الكرة والأخبار عنده اتفضل مينا تحياتي ليك يا كابتن هايسا ومتحياتي ليك يا زميلي أحمد وتحياتي كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الاهلي في كل مكان كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم بالفعل انتهى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من ملعب مختار تيتش استعدادا لمباراة أمام خصم عنيد وقوي جدا فريق سموحة طبعا المباراة ضمن مؤجلات الأسبوع الحداشر ضمن فعاليات الدوري المصري بكرة ان شاء الله تقام على استاد الاهلي ويه السلام الساعة تسعة ونصف يعني أنا شايف ارتياح وتفاقل كبير جدا في صفوف فريق الكرة بالنادي الاهلي وارتياح يعني في صفوف الجهاز الفني والإداري وكل اللعبين بعد الفوز بدربي الكمة أمام فريق نازة مالك بهدفين مقابل هدف الحقيقة يعني كنا بنقول ان فيه غيابات كتير في صفوف النادي الاهلي ومباراة هتكون صعبة ولكن الاهلي بمن حضر قدر يفوز على الغريم التقليدي النادي الاهلي ويعزز من موقفه فيه ان شاء الله طريقه لصدارة الجدول النهاردة حضر تدريب كابتن محمود الخطيب وده الأمر المعتاد اللي بنشوفه من كابتن محمود انه دايما بيقازر الفريق ودايما بيتابع الفريق ويكلم مع اللعبين والجهاز الفني كان فيه حديث مطول مع كابتن سعد الحفيز ومستر بيتسو مسماني قبل المران دايما بيحب كابتن محمود الخطيب انه يحضر التمرين ودايما بيشجع اللعبين على اهمية المباريات في الفترة القادمة ايضا يعني بدأ التدريب بجلسة فنية مع مستر بيتسو مسماني مع اللعبين وبيتكلم معهم فيه الإيجابيات والسلبيات خصوصا الفترة اللي فاتت فيه كمان المباريات اللي فاتت كان بداية اول ما نزل الملعب كان فيه بورد والاولوحة بيشرح عليها تاكتك عايز يجربه وكان بيشرح عليها استراتيجيات لعب جديدة عايز يجربها مع جميع اللعبين وده بالفعل حققوا اول ما اللعبين نزلوا ارض الملعب كان فيه فقرة بدنية في البداية فقرة طويلة بدنية وبعد كده كان بينفذ جميع الجملة التاكتكية اللي دم يعني الكلام فيها مع اللعبين وكان فيه تقسيمة كمان تعتبر شبهة النهائية للتشكيل الاساسي لمبارات غدا لو عايز اتكلم عن مباراة الاهلي يدخل مباراة في المركز التاني برصيد 30 نقطة من اصل 12 مباراة وليه 3 مباريات مؤجلين سموحة في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من اصل 17 مباراة حقيقة النادي الاهلي بفترة جاية عنده زحمة من المباريات عنده مباريات بشكل تقريبا كل 3 يام مباراة ده كمان عشان المباريات اللي كانت مؤجلة وايضا في مشوار الدورية يكون بعد مباراة سموحة عندنا مباراة امبي يوم السبت 24 ابريل ويوم الثلاث 27 ابريل مباراة امام المصري ويوم الجمعة 30 ابريل امام فريق الجونة لو عايز اتكلم معكم عن الغيابات واللعبين اللي موجودين متواجدين بعد الاصابات يعني الشناوي يشارك مبارح بشكل اساسي وقوي جدا في التمرين لأول مرة بعد عودته من اصابة فيروس كورونا والنهاردة كمان كان متواجد بصراحة بيقدي بأداة اكثر واقوى من المتوقع شناوي واحد من لعب الرجال اللي دايما بنشوفه متقلقين في اي وقت وتحت اي ظرف كمان محمود متولي جاهز لمشاركة في المباريات القادمة بعد العودة من الرباط الصليبي كمان عندنا محمد محمود هيكون متواجد ان شاء الله في اول شهر مايو او في خلال 15 يوم طبعا ده بناءا عن التقارير الطبية كريم ندفد ان شاء الله كمان اسبوع هيبقى متواجد مع الفريق بشكل اساس محمد هاني بدأ تدريبات تأهيلية ويعني في خلال اسبوعين هيكون متعافي من الاصابة ومتواجد مع الفريق بشكل اساس علي معلول بدأ الجارية حول الملعب يعني مبارح وبدروعة شغال في التدريبات التأهيلية ده طبعا ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي ياسر إبراهيم بدأ مشاركة مبارح في التدريبات وجارع حوارين الملعب وان شاء الله في خلال اسبوع حتى تتكلم مع ياسر قبل التمرين تبقى له جاهز ان شاء الله في خلال قدية تكون راجع علي في خلال اسبوع ان شاء الله تكون جاهز لمشاركة مع الفريق جونيور أجيه طبعا عارفين من خلال ميناء اللعيبة بعد القمة دايما بيكون فيه أجواء احتفالية وكده طبعا عندنا مباراية بشكل مستمر هل انت لنا شعور اللعبين حاليا ومدى استعدادهم بشكل كافي لمباراة غدا ان شاء الله خاصة ان الوراء صعبة جدا والغيابات زي ما انت ذكرت دلوقتي كتير جدا الحقيقة لو عايزة اقولك اللعبين كانوا بيكلموا عن مباراة القمة لا الموضوع من مباراة من ساعة التمرين مباراة مستر بيتسو مستماني قاعد وتكلم خلاص مباراة القمة خدنا ثلاث نقاط مهمين طبعا مباراة مصرية بيستنيها كل الشعب المصري وكمان كتبين الاهلي والزمارك ولكن خلاص احنا فوزنا في المباراة نبدأ بقى نركز في اللي جاي عندنا زي ما قلنا زحمة من مبارايات عندنا يعني اكتر من لعب تقريبا كابتن سامح حفيز كان بيقول عندنا فرقة كاملة برة غيبة عن نادي الاهلي الفترة القادمة فما فيش وقت حتى تهون او استهتار بنقطة واحدة الاهلي بمنح حضر زي ما حضراتكم كنتم بتقولوا زي ما كل الاهلوية كانوا بيتكلموا كل اللعيبة مركزين في فترة جاية عندنا بكرة اسموحة عندنا امبي عندنا مصري بعد كده مركزين ماتش بماتش ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يرجع لمكانه الطبيعي بعد المؤجلات ويرجع متصدر دوري جدول الدوري العام ويقدر ان شاء الله يحسن بطولة الدور دي كانت كل الاخبار والكواليس المتعلقة بفريق كرة بالنادي الاهلي لو فيها استفسرات أو سلة أنا معكم رمضان كريم وعود لكم مرة اخرى في الستوديو الله اكرم وشكرا يا مينا كفيت ووفيت ونقلت لنا كل الاجواء ووصلتها لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي فابنشكرك جزيلا